مرحبا فيكم ببرنامج سيستيم الهلال الأحمر التركي يطلق دورة جديدة لريادة الأعمال في تركيا يمكن للناجحين فيها بعض الخضوع للدورة الحصول على شهادة حضور ومبلغ مالي هبة لا تسترد لإطلاق مشاريعهم في تركيا تعمل مع بعض لنتعرف على التفاصيل أكثر أطلق الهلال الأحمر التركي برنامج دعم ريادة الأعمال الثاني وهو برنامج تدريب على أساسيات ومفاهيم ريادة الأعمال وتقديم الدعم المالي عن طريق هبة غير مستردة للأفكار والمشاريع المميزة في تركيا وسيتعلم المشاركون خطة إعداد الحسابات المالية وإرشادات تأسيس الشركة والقصص بتعلق بهذا الموضوع التعليم سيكون نصفه عن بعد ونصفه الآخر وجها لوجه البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي برعاية الهلال الأحمر التركي وجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا واتحاد الغرف والنقابات في تركيا المقاعد مخصصة ستكون ل120 شخص الشروط أي حدا مقيم في إسطنبول أو أزمير حصرا أو لمن يرغب بفتح مشاريع فيها يحتاج إلى مؤهلات المؤهلات المطلوبة هي أن يكون عمره ما بين 18 و 59 سنة ويحمل هوية سارية تؤكد إقامته بتركيا بطريقة شرعية سواء كانت هوية تركية حماية مؤقتة حماية دولية كل الجنسيات بحق إلا تقدم وأن يكون مثل ما أنه مقيمة في أزمير أو إسطنبول التسجيل سيكون مجاني ومفتوح إلى 21 عشرة تشرين الأول والرابط سترونه على معرفات حلب اليوم الرسمية رح تشوفوه إن شاء الله بإمكانكم تسجدوا على هذا الرابط وبعدين حتخضعوا لمثل مقابلة ليتم اختياركم من بين الأشخاص بعدما يستمعوا للأفكار تبعكم وبعدين بتخضعوا إذا تم اختياركم لتدريب أصير نصوا أونلاين عن بعد ونصوا وجها لوجه وبعدين بتقدموا مشاريعكم ورح يتم اختيار أشخاص نجحوا في الأفكار اللي تعلموها ليعطوهم مبلغ قدره 75 ألف ليرة تركية ليفتحوا مشروعهم كل واحد بوحده تعرفوا بعدما تفتح المشروع في مدة معينة إذا التزمت إنت بهذا المشروع وكملت فيه بعد مدة بتصير هاي الأدوات والآلات لقلك وبتكمل مشروعك ضمن تركيا اللي أنت بتحلم تحققه إذا كنت من أسطنبول أو من أزمين بيحقلك تسجل على هاي الدورة وبتوفيق للجميع والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر